هو منذ خروج حكاية التدليس والسويفت والمضروب وكذا انا من الحكاية لانه مش بالبساطة ذيكا كنت ديما نقول لاصديقان ورمثا مش منه حكاية التدليس هذي رو مستحيل لانه فقه قضاء الفيفا مستقر على انه مش هي المختصة بالنظر ولا بتحديد التدليس الفيفا وصلت حتى في ملف يهم البطولة كان صدقني ربي الوصيف بطل العالم اللي العب النهائي مع فرنسا كرواتي في البطولة الكرواتية كان ثم فريق معندها العقد كي تخزر اللي دي كونتراتة اللي سيناتور ما عندهم حتى علاقة ببعضهم وشكال ملاعبي والفيفا حكمت بالاداة دون التدليس معده تقول لك مش هنا مختص دونك وقتي ناس تحكي على التدليس انا كرجل القانون قل سيديو نبورتكوا والجمهور بدا يدخل بعضه نعرف اللي عندي صديق مقيم في يتعامل برشا مع اوروبا الشرقية طلبت منه انه يشوف الحكاية فاتصل وبالفعل ما عندها القينا انه الفلوس موجودة شنوه الاشكال اللي صار الاشكال اللي صار انه رئيس النادي الافريقي مرة اخرى ومش خاطرني خرجت باش ننقول الكلام هذا لكن الله غالب سيوب لجلده لديغ باش جماهير نادي الافريقي تعرف الحقيقة وتتطمن زادة اللي صار انه خطأ في الخطأ قانوني مالي نرمالما الفيفا حكمت ضد النادي الافريقي اللي صالح نادي العلم دونك يلزم النادي الافريقي يخلص العلم اللي صار انه عبد السلام اليونسي يطلب من وسيط من صديق عنده غاديكا موجود وقتها قالوا بربي لطان بريس الفيفا وقتها بعتت في جوان قالوا بربي شوف الفلوس والمعاملات اللي عندي حاولت تخلص المعلوم هذي الوسيط هذي اعطاها للشركة هذي باش تخلص لانه هو برسون فيزيك مينجمش دونك الجمعية فما جمعية النادي الافريقي تعطي لانها برسون مورال ولا الشركات هو مشال الشركة هذي اللي هي في المعاملات والتسويق طلب منها باش تحاول الفلوس للعلم كي حاولت الفلوس حاولتها باسمها معنتها كي جي تشوف انتي في البنك ما تلقاش المرسل النادي الافريقي طلق المرسل شركة لغاتور والمستفيد نادي العلم كي وصل الامر للبنك بينصور البنك هذي شركة طلبوا منها الكيتوز فسكال جاب الكيتوز فسكال مبعد طلبوا منها سبب تحويل المال هذة شنية علاقتك الاخرى ما عندها حتى علاقة بنادي العلم بيعت الحال وقفت الحكاية غاديكة لانها هي عاملة مرشريير وطلبت من الواسيط هذي باش يتصل بالنادي الافريقي باش يجيب الحكم وقفت الحكاية غاديكة قاعدة الفلوس بلوكي دير نيرمون صار اخر حاجة ما كتبتهاش هنا في الستاتيوم تاعي انه دير نيرمون تقريبا شهر التالي ولا شهر ونص البنك المركزي البلغاري راسل البنك المركزي الجزائري على وجود اموال تتعلق بنادي العلم لانه الحكاية من جوان فلجنة التحاليل ما يعاد اللجنة التحاليل المالية اللي عنا نحنا اللي هي تثبت من مصادر الاموال قاعدة تبحث توا في مصدر الاموال هذي ويبدو انه البحث هذي هو اللي مشجعش رئيس النادي الافريقي باش يتحاول توا يقول لك خلي البحث يتم ولا جوسيبا ما نقراش الغايبانا اما اللي ناكدو واللي نمصر عليه اه ونتحدى نسكل انه نادي الافريقي بسهولة وسهولة 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 قادر انه يسترجع ستة نقاط متاع ولاش لانه الفيفا اش طلبت منه قالت جيبوا لي ما يفيد لانتو مقبله دو سبتمبر صبيتوا فلوس لنادي العلم الانه يقول قاعد مش الافريقي صبت الفلوس الشركة هذي صبت الفلوس ما وهنا الشركة بشتعت يوناتي ستاسيون للكلوب افريكان اللي متيحة الفلوس اللي بعدها حتى علاقة بلوغاتور ولي هي صبت وتتشوف انتي المبلغ تلقاه كوريسبندان للحكم فهمت دونك الحل موجود الحل موجود هو انا خرجت من نادي لكني وقتها تحاولت نتصل بهم انجوانيابل نسكل فكتبت استاتيوه ذيكا فهمت انا استاتيوه كتبتها كنت مجبر باش ننقل لهم راو الحل موجود اللي زي فتلوه معنطا فهمت قلت لي هو المصدر الامويل قالت حقق فيها معاش نظيف المصدر المتاع هي هو هي الشركة هذي وان حاجة نأكد هالك انا تحصلت حتى على سجل تجاري متاحها وعنطي تحب نوريهولك الكيتيوس فيسكال متاحها موجود الشركة هذي معاملاتها نظيفها مية في المية لكن تعرف انتي معاملتك نظيفها حتى في البنك التونسي لو هنا نحن توفي تونس حتى البنك المركزي انا مثلا نعطيك مثال جاتني فلوس من الخارج عايتولي استاذ الفلوس هذي بمناسبة شنو هذي تلهم بروميس دوفانت قلت لهم راو الزايا حريف وبش يشري يزم تدوى جوتيفيه يقول لك اوكي انتي محامي ما عندي معاك حتى مشكل وقت خلص في اللمبو وكذا لكن تجوتيفيه هي الشركة الجوتيفيكاتيف ما همش عندها عند النادي الافريقي ولا عند نادي العلم فهمت الحكم ما هوش عندها هذي عليش لما الامور وقفت فهمت والامر في يد مسئولين النادي الافريقي يكفي انو واحد من المسئولين يمشي لبولغاريا ويهز الحكم ويهز الملف كامل توياخذ الورقة ياخذ شهادة من البانكة ومن الشركة ويمدهم للفيفا توسلتها بونتو يرجع ايما هناك حاسما في المكتنك فماش دليل رغم اللي انتي في استراتيو حتى تلا بعوشين ساعة حاجة هك لا ها بش نقول لك علاش وهناك عند هنا بش نوضحها ديار الفرصة بش نوضحها لانه هذي كان الخطأ اه الخطأ اللي وقع فيه رئيس النادي انا استمعت له في احد في احد القنوات الخاصة كان عمل تصريح وقال انه اه ثمت دليلو فانتسات دليلو فانتسات متاع شنوة هو طلع انا علاش وقتها ازربت وقتلوا يفو يفواجير لانه الالتماس ما عنديش ان انا ما ما فاقد لسيفتي ما نيش عظو هيئة ما نيش مناطق رسمي دونك الالتماس الريبونس اللي جات للفيديراسيون هي موجودة عند الهيئة المدير واذا كان رئيس النادي الافريقي يتكلم وقال له فانتسات بش نصدقه بطبيعة دونك هو اللي يحكي عن له فانتسات اور انا مبعد تصلت بالكاتب العام مجدي ولت البارح منوبي ترودي ولت البارح كي تصلت به قال لي لا رو ديليلو فانتسات يتعلق بخلاص نادي العلمة معانتها الفيفاش قالت لنا قالت لنا هاني ناحية ستابونتو اذا كان من هنا لفانتسات ما تخلصوش رو مش جي سانكسيون لورد اللي هي النزول القزم الشارف فقاموا بالخلاص لفانتسات كان يتعلق بدوزم سانكسيون دونك تاوى وقت اللي قليل الكلوب بتجيب في اي وقت للورقة هذي يرجعون نقات بانصير قبل ما توفى البطول اه اوكي اذا فات البطول اجنا عملو بيهم دونك هذي معلومة مؤكدة وطمنا حبائي الافريقي الافريقي داو عندهم تسع نقات عندهم طوالة ثلاثة نقات ويمشيوا خطري اذا كان ممشيش عبدالسلام ولا ممشي حتى حد مش مش يرجعوا النقات رو مش الفيفا بش تمشي البولغاريا تجيب لك الوثيق رامل ارجاع النقات مرهون بانتقال احد اعضالها المديرة لجلب الوثيق يحاس منعف ان عبدالسلام يمشي في الهيما تسجئي ان شاء الله يمشي انت قلت يكون بالتصال منوبي ترودي منعرش منوبي قال لي بش نمشي يوقتيش منعرش قال لي سابرس با معنى الجمهور يستنى والعصابه صحيت انا هذي البيت فيه معنى انت سيتين اوكازيون للهيئة بش طيح البريسيون سيتين اوكازيون برا يمشي ينقص جيب ورقة ويجا رجع ستة بون نصر حتى يجعو ستة تسعة نقات والكلوب بشرتو يناجم مقابلة انا معتيك اكثر حتى الحضور الجمهورية ولي اكثر ولي تعاون حتى مداخل جديد ريت هذوما هذي من الحاجات اللي انا كنت نفد فيها في الكلوب افريكا هذوما من الحاجات اللي نفد منه انا توسي توم عندها تو نقضيوها تو عليش نقعد وعليش تراخي انا هذو من الحاجات اللي كنت نهبل منهم في الكلوب افريكا ياولادي علاش خلي في العقل ما ثماش خلي في العقل ما ثماش خلي في العقل